بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم زر وعلانية إيه الحكاية؟ نعم إنها تشاد الدولة العربية والإسلامية المنسية تشاد التي لها شعب مسالم طيب بشرتهم صمراء وقلوبهم بيضاء تعالوا لنتعرف على هذه الدولة العربية المنسية تشاد تقع وسط إفريقيا ولها حدود مع ست دول من الشمال ليبيا من الشرق السودان من الجنوب الكاميرون ونيجيريا وأفريقيا الوسطى من الغرب النيجر وهي خامس أكبر دولة في أفريقيا من حيث مساحتها تصور أن مساحة تشاد أكبر من مساحة مصر مساحتها مليون ومتين تمانية واربعين كيلو متر مربع مليون ومتين تمانية واربعين ألف كيلو متر مربع وعاصمتها إن جمينة وعدت سكانها حوالي ستاشر مليون نسمة وهي جمهورية والرئيس الحالي هو محمد إدريس دبي تصور أن اللغة الرسمية في تشاد هي اللغة العربية وأيضا الفرنسية تصور أن نسبة المسلمين في تشاد خمسة وخمسين في المية والمسيحيين أربعين في المية تصور أن فرنسا احتلت تشاد في العام الف تسعمية وعشرين ونالت تشاد استقلالها في العام الف تسعمية وستين تصور أن تاريخ تشاد يعود إلى ألفين سنة قبل الميلاد تصور أن أول مملكة إسلامية في تشاد كانت في القرن الثامن الميلادي وكانت تسمى كانم ويذكر أن الإسلام دخل تشاد عن طريق الدعوة والتجارة عانت تشاد من حروب أهلية وانقسامات مما أضعف البلاد وأفقرها فقرا شديدا حروب كثيرة جدا في تشاد يذكر أن لها كان حروب مع ليبيا يذكر أن القزافي حاول أن يدخل تشاد واحتل جزءا منها يذكر أن أيضا اللواء المتقاعد خليفة حفطر قد أسر في تشاد وقد تخلى عنه القذافي وهذا يبرر ويعطيك السبب الفعلي لعدم حب خليفة حفطر للقذافي تخلى عنه في الأسر ولكنه خرج وذهب إلى أمريكا وحاول كثيرا الإنقلاب على القذافي يوجد في تشاد 200 مجموعة عرقية تنقسم تشاد إلى الشمال والجنوب سكان الشمال منطقة قحلة فقيرة ولهم طقوس مختلفة في اللباس والمعيشة ويربون الماشية والماعز والجمال والأغنام ومعظم سكان الشمال يتحدثون العربية وهم مسلمون أما الجنوب فهي منطقة خصبة يزرعون القطن وتعتبر لغة صارة أكثر اللغات انتشارا في الجنوب وأغلبهم مسيحيين لا توجد خطوط سكك حديدية في تشاد نظرا للطبيعة الوعرة أما الاقتصاد التشادي ضعيف جدا يحتل المرتبة 167 عالميا تعتمد على الإنتاج الحيواني والبترول الخام وتصدير الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي لا يحصل 73% من السكان في تشاد على المياه الصالحة للشرب لا يحصل 71% من السكان على الصرف الصحي نسبة الأمية 54% الناتج المحلي 2 مليار فقط نصيب الفرض 240 دولار فقط قضية اللاجئين السودانيين تؤرق أيضا اتشاديين وتضع عليهم عبءا اقتصاديا كبيرا تويت ثروات كثيرة في تشاد لكنها غير مستغلة مثل الذهب الحديد اليورانيوم الزينك الخام هذا ما عندنا عن تشاد وكلام كثير جدا عن تشاد هذه البلد الطيبة بأهلها وناسها نتمنى الاهتمام بتشاد والاستصمار في تشاد والعمل في تشاد واستخراج هذه الثروات العظيمة من تشاد لتصبح تشاد بلد أغنى وتستحاول أن تساعد سكانها والنص الطيبين المقيمين فيها تحية إلى أهل تشاد الطيبين ونشكر الأخ محمد البخاري المحب لتشاد الذي أمدنا ببعض الصور عن تشاد إذا كنت من أي مدينة في العالم أو من أي بلد في العالم وأردت أن نلقي نظرة على بلدك ونتحدث عن عاداتها وتقاليدها وتاريخها وأهلها وناسها الطيبين واقتصادها كل ما عليك أن ترسلنا على الواتساب وترسل لنا بعض الصور الحصرية وبعض المعلومات الحصرية لأن هدفنا هو التقارب وهو المعرفة والسؤال الغريب جدا الذي أريد أن أسأله لكم لماذا تشاد دولة عربية تتحدث العربية وليست ضمن الدول أنا لا أعرف هذا السؤال صراحة ومع ذلك ليست ضمن الدول العربية وليست تابع جامعة الدول العربية يعني لو أحد يعرف هذا السؤال يجيبنا على هذا السؤال راسلونا دائما على الواتساب بجميع الصور والموضوعات الجميلة عن بلادكم لنشرها في صفحتنا صفحتكم جميعا فلاح مصري وشكرا